نحن الآن نتواجد هنا في المقر الخاص بسكن بعثة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج دولة قطر والذين بدأوا يتوفدون على هذا السكن المخصص لهم باستقبالهم هنا في هذا المكان ومن ثم الانتقال للمشاعر المقدسة هم وعوائلهم بعد أن تبدأ مراسم الحج منذ اليوم الثامن لشهر ذي الحجة لدينا هنا في هذا السكن ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج دولة قطر الذين وصلوا إلى هذا المقر لدينا هنا الحاج القطري سيد صالح المري مرحبا بك في المملكة العربية السعودية وانا تسأل كيف وصلت إلى هنا من قطر إلى مكة المكرمة وما الذي رأيته منذ أن أخرج منزلك حتى وصلت إلى هذه الضيافة من خادم الحرمين الشريفين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الحمد لله رب العالمين وجدنا الكرم من خرجنا من المركز الحدود البري المنفذ حتى وصلنا إلى مكة المكرمة المشاعر ونحن في مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المعد العزيز أسعود حفظ الله ورعاه فوجدنا الكرم كله وجدنا الترحيف والإثناء والكرم وتسهيل الأمور لنا حتى وصلنا إلى مشاعر ودينا مناسك العمر وانتظار الحج الحمد لله رب العالمين الحمد لله هل من عوائق في الدخول على المنفذ البري هل من مضايقات قدومكم من المنفذ البري من أقصى الشرق في المملكة العربية السعودية إلى أقصى الغرب في المملكة العربية السعودية هذه الحديث التي نسمعها من هنا وهناك بزيك الله خير أبدا يا أخي فنحن لازمنا على أهدنا نحن هو السعودية المملكة العربية السعودية لأننا أخوان وأهل وأسرة واحدة فأين نجد المضاعب بالأكس كلهم يرحبوا كلهم يثنيوا تفضل طيب عندنا أنت الآن في مقربة ذا الملك حلنا نبغي نساعد بعد بالأكس حنا في الشوارع للناس يسلمون علينا ونسلم عليهم ويشكروننا وحياكم الله ومرحبا ببلدكم الثاني لم نجد أي شيء الحمد لله بالأكس رح حبنا وسهلة لنا أمورنا لو تقول بس حاج قطري يفتح لك الحدود ويقول لك مرحبا بك إلى مكة ماذا عن السكن هنا في هذا المقر المخصص الذي يفت الحجاج القطريين أنت الآن تتواجد في هذا السكن ما الذي رأيته من خدمات هل هي على أكمل وجه أم لديكم ملاحظات معينة بل زاكم الله خير في أرقى ما يكون الحاج وجدنا من الكرم وجدنا من الملاحظات ومرجدنا من الأمور التي يرعون الموظف الصغير قبله قبله كبير فسبحان الله بالعكس وجدنا الترحيب والتسهيل لم نرى في عياتنا مثل هذه الخدمة خدمة عظيمة جدا وتستقل في طاعة اللاجل على في هذه الأيام الفضيلة بالعكس يا أخي وجدنا الترحيب ووجدنا التسهيل وجدنا جميع أمورنا ميسرة سبحان الله عزيزهم الله خير يا أخير بماذا تنصحون من ينوي القدوم لهنا مكرم الكرم لداء الحج من الحجاج القطرين بعد أن رأيتم ما رأيتمه بأم عينيكم أن يستعجب الحج الحمد لله ربما يسر الأمور وليس فيها أي من الأمور المتعقدية والأمر كله طاعة لله جلعالى وخدمة الحجاج هذا ماذا لداء العرايناه ويسعى الحمد لله فرصة جميلة وفي طبق من دهب مكرمة الملك الحمد لله ربما شكرا إذن هنا من المقر الخاص لضيوف خادم الحرمين الشريفين لحجاج قطر رأينا بدء توافد الحجاج القطرين ووصولهم هنا إلى هذا المقر الذي أعد لهم بانتظار أن تبدأ المشاعر أو الحج في يوم التروي ومن ثم ينتقلون إلى مشعر ميناء ثم مزدلفة وعرفات وإلى ميناء ويتم حجهم مثل ما أعد لهم في البرنامج الخاص من قبل وزارة الشؤون إسلامية ممثلا في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة حمد المحمود سكينيوز عربية مكة المكرمة